حلمت لي حلم انه عديلي عندي عديلي عزمنا بالبر عزيمة كبيرة عزيمة الرجال عزيمة هر عزم ناس كثيرة بالبر طبعا ما في مبين لا بيوت ولا غيره ولكن نحن كأننا بعزيمة كبيرة لما تغدوا الرجال وخلصوا تفرقوا أخذني قالوا مش معايا طبعا المكان اللي حنا كشاتين فيه هذا نعارفه وتسبقوا اننا كشتنا فيه أخذني ونزلني كذا الجهة توادي وقال شوفها الرسمة هذه غرفة رسمة طبعا هي رسمة على الجدار على موها على الجدار على الجال الوادي هذا رسمة مكعبة كذا قال هذه غرفة وش رايك نقرأ عليها القرآن قلت لهانا الغرفة هذه فاضية ما فيها شيء ماخوذة ما فيها شيء اشتقرأ عليها امش امش انا بقى وديك مكان ثاني بتقرأ عليك مشان المكان ووقفنا عليه صخرة عنا بالواقع خابرين ووقف هو يقرأ ما هو منتبه لها انا جبت للمكان قلت فيه مكان ابو اكتغرافي فهو ما هو منتبه لها وصار يقرأ انا عيني لهالصخرة هذه الصخرة كأنها مفتوحة وفيها مية بس انها مغطيها بقطعة صخرة اصغر من الفتحة فانا اشوف وانا واقف اشوف زرقة الماء تحت فيها مية ولمعة المية وزرقة المية كأنها عين كذا خادرة مية وولها لمعة خبر يوم تحرك كذا ويعني جميلة جدا فقرأ قرأ قرأ الحد ما قلت له خلاص خلاصة معناته ما في شي امشي خلنا نمشي مش هنا من ضمن المعازيم شخص عرفه بالحقيقة اسمه طيحان معاي بالاسم ناصر قال الطيحان هذا الله ينم عليكم ويخلف عليكم ويكثر خيركم ما في شي ومع السلامة ونراكم بخير وحرك ومشى وانت هالحلم طالعا انت فسرته قبل كذا يا شاب انا ما فسرته انا فيه بنفس الموقع هذا حلمت لي حلمين وفسرته عندك بنفس المكان بنفس الصخرة بنفس كل شي تكرع عيك المنامو لكن بشكل مختلف ايه بشكل مختلف يمكنني لو اذكركم بواحد منهم قبر اللي صاد اسمكه من البحر وبيضة وكبيرة وجاءها الموج وقطعها اربع قطع كنا نسلف بها برمضان دخلت انا وياك وقطعتها اربع اجزاء اسمكه ما لها لا جنبين انا قطعت منها اربع جوانب وكلها كبيرة لحم ابيض كأنه لولو ايه والحلم الثاني لانا حلمته انه كان انا بنيت لي خيمة على على موقع الصخرة نفس الصخرة هذه وطلع لي بعير يزع قلت لي انه يزعر قلت لي ما هو البعير هيدر ما يزعر ايه ايه تذكر الكلام هذا وطلع لي بعير وطلع لي ذيب وذيب كأنها عضلة شيء ومشى يعني كلهم بهالموقع هذا طلعنا الحلو ما يخالف نعم ابشر خلني اعسلك تذكيري انت متزوج ولا عزل فضل لا والله ما تزوج وعندي بنون وبنات الحمد لله ما شاء الله الله يصلحي حملك اللهم مامي صحتك شون والله الصحة تمام بعض المرات يخمنا شيء ونتعالج عنها برقية نخمى ونخطيها ايه نعم حاسد كذا يعني برات المرات يتعبنا حاسد ويتعبنا كيف قدورك في البحث عن رزق تحسش فيه صعوبة فيه والله اخوك ما يخلق من الديونا يعني شوي تكسر الظهر يعني ما هي كثيرة ولكن الراجحي من جال وتقبر ظروف الحياة ولكن الامور ماشي الحمد لله ايه حين كل الدنيا كلنا كل العالم كلهم كذا آفية حتى نعم اصلا من ندخلنا الوظيفة الانت قاعدنا وحنا ناخذ وتخبط فيها نشتري سيارات وصدق حوزة حنا حسنا في سنة نعم لكن الرؤية الرؤية هذه فيها شيء فيها فيها أجزاء كثيرة جدا اهلا الرؤية هذه فيها شيء من تكرار الماضي من تكرار الماضي الصخرة في المنام وبعض الأشياء اللي ذكرتهم أنت من نقرأ على غرفة أو نقرأ على مكان آخر ثم نقرأ على الغرفة ثم نشفت الماء اللي ذكرتك الذي يدل على أمرين غير كل اللي شرحناها في السارق تدل على أمرين على صعوبة في بعض الأرزاق وعلى تحقق أمر صعب تحقيقة في الواقع أنت ترى في الواقع صعب تحقيقة لكنه لنخروج من الصخرة يدل على الله أعلى وأعلم أما رزق أو أمر أو انفراج من كرب كربة معينة أو سداد دين إنما هو يدل على رزق لك في نظرك يصعب تحقيقة أرى أنه يتحقق والله أعلى وأعلم بكل يسو سهولة الغرفة اللي تقرؤون عليها هذا الشخص اللي انت شفت المرام تقول له تعال نقرأ كذا تعرفه هي عديلي هو اللي نديني يقول خلنا نقرأ وبعدين أنا نديته يقرأ على مكان ثاني هذا عديلي ما أخذ أن أخت زوجتي طيب وبالاسم اسمه نايف أي وبطيحان هذا ما تعرفه بطيحة طيحة من الطيحة طيحان لا أعرفه هذا ولد خلال اللي بعيد كان موجود بالمنام ايه نعم قل آمين إن الله لا يطيح لحظك ولا حظه ولا حظ مسلم الله كريم الله كريم ونايف ربما وجود نايف معك بالمنام يدل على زي ما قلت لك على ارتقاء أو ارتفاع أو وصول أو رزق محدد راح تجده بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن من أنت بزعمك إنه صعب جدا لكن يتحقق والله أعلى وأعلم خلني أقول لك شي عشان تعرف عشان تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى وانا ترى قلت هذا الكلام كثير جدا الآن 9659 أو خمسين اسمعوا ما أقول لكم أنا والله جاني واحد يشتكي الفقر يشتكي الفقر وأعرفها معرفة شخصية يعني ظروف فوق ما تتخيلون ديون فوق ما تتخيلون سيارة أقول أخوان ماكو كل الظروف ضده ما أكمل على موضوعها الآن سنة أو سنة ونص الآن يزكي يزكي من المال يزكي من أمور ما شاء الله وما هو بالألاف بالملايين والسر وين مش تتوقعوا والله يسر بسيط قلت له في الحوش عندي وراح ويطبقه قلت أنا ممكن أنا تكررت الكلام هذا قلت أنا ممكن أعطي كالفين ثلاثة خمسة آلاف عشر تقضي معك يومين ثلاثة يا متنتي بس أنت تعرف تستغفر ربك قال قلت لا أنا أبغى الاستغفار العادي للي إحنا نستغفرها استغفر الله عظيم استغفر الله عظيم استغفر الله عظيم كده ونمشي وكأنها مقولة روتينية نقولها لا أبغاك تستغفر الله سبحانه وتعالى وانت تشوف ذنوبك أبغاك تشوف ذنوبك أو شي بعدين تبدأ تستغفر الله عشان الله يغفر ذنوبك إذا غفر ذنوبك طهرك إذا طهرك رزقك استغفر الله حتى تتمحه ذنوبك ومع الاستغفار تمحى ذنوبك وتكفى همك ويكثر رزقك أكثر لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا رب ارزقني افتح لي باب الرزق اقضع عني ديني ارزقني الزوجة الطيبة كل شي ارزقني الذرية اصلح لي الذرية ارزقني زوجة صالحة أرزقني زوجة صالحة، أرزقني سيارة مباركة، ماذا طلبنا إحنا الله سبحانه؟ يرسل على السماء عليكم مدرارة، ويمددكم بأمواله، وأبنينه، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم النار، هذا دليل أن الأرزاق هي مقيدة أن الرزق الفلاني، كل الرزق ترى الصحة رزق، ترى الزوجة الطيبة ترى رزق، ترى السيارة المريحة رزق، ترى الجار الطيب رزق، فلذلك نبغى كلنا من بكرة ندخل في باب الاستغفار، وننتظر الأرزاق، وشف؟ نعم، نعم، استودعك أبو عبد الله، بس حبيت أسألك عن دلالة الماء اللي موجود بالصخرة ولونها أزرق، هذا الماء يعني وأنا ما قلت لك؟ قلت هذا دليل على رزق لك؟ هذا الرزق نعم، رزق من مكازم، صعب أنا فسرت حلم، يعني طيحان بس هذا قلت لك الله لا يطيح حظ مسلم، وهو أستاذ المحظم، معلات أنه إن شاء الله إن الله طيحت الحظ راحت يا أيها تمام، هذا اللي فسرت عليه هو كرم، قال في أمان الله ومشى نعم، صحيح، قال الله إن مليكم أنا أريد لك الله لا يطيح حظ مسلم، هذا الرجال راح الله كريم، الله كريم، شكرا لك يا طيك العافي أستاذ تودعتك الله في أمان الله مع السلام